سوف نقوم بتحليل شخصيات زيدان عن طريق علم الفراسة وهو علم تحليل شخصيات عن طريق ملامح الوجه شكل جسم الطول وكل ذلك أول شيء إطار وجه زيدان هو كما ترون هنا عرض الجبهة أضيق من طول الوجه أو أقصر من طول الوجه هنا يوجد عظمة معين هنا الفك مساوي للجبهة فالجبهة يعني من منبت الشعر وليس هنا كما ترون من منبت الشعر فإذا هو الوجه المربع من الفك هنا مساوي الجبهة مستطيل طول الوجه أطول مع الفك يعني الوجه طويل أطول من عرض الجبهة مع الفك المربع مستطيل معين كما ترون هنا توجد عظمة معين يعني يوجد موقف مشهور لزيدان سوف نربطه بعلم الفراسة كما ترون هنا موقف في كأس العالم قام زيدان يعني بدرب أحد المنافسين له بسبب شتميه له فهو يعني موقف يعني ضربه هو مباشرة تنطرد الحكم زيدان بورقة حمراء فهذا الموقف يعني يعتبر مبالغة من زيدان يعني في كأس العالم وكل ذلك فيشمه وكل ذلك ولا يدربه لكن سوف أوضح لك في علم الفراسة سبب ما فعله زيدان يعني السبب يعني لا يمكن إيقافه مهما كان متحكما في نفسه سوف أشرح لكم يعني سبب ما فعله زيدان عن طريق علم الفراسة أول شيء توجد هنا عظمة معينة يعني أن هذا الشخص شخصية حقانية وكذلك تدعم معانة المشاكسة يوجد دقن مستقيم هنا شخص مشاكس يوجد هنا فك مساوي لعرض الجبهة شخص حازم ويتحمل مسؤولية وأخيرا وأهم سما كما ترون هنا توجد يعني هذا الجزء المدبب من العين يدل على الانتقام يعني أن هذا الشخص إذا فعلت لا شيء فضروري أن ينتقم فكما ترون جزئية الانتقام حقاني ويدعم كذلك المشاكسة يعني عظمة المعين هنا مشاكس دقن مستقيم مشاكس وتدعم معانة الصبر وعدة أشياء كذلك أخرى وهنا يعني حازم ويتحمل المسؤولية فعظمة المعين ويعني هذا الجزء من العين المدبب بالجزء الداخلي للعين المدبب هنا وهنا ودقن مستقيم وكل ذلك فأدى إلى أن زيدان لم يسمح في حقه ولم يرد بالشتم بل رد جسديا فكذلك هذه المنطقة طويلة يعني هذا الشخص أول ردة فعل له يعني أطول منطقة في وجهك تحدد أول ردة فعل لك هذه المنطقة يعني منطقة العملية البدنية والواقعية كما ترون هنا من أسفل الأنف إلى أسفل التقن هذه منطقة العملية البدنية الواقعية أما بالنسبة لمنطقة الأنف من بداية الحواجب إلى نهاية الأنف هي منطقة المشاعر أما بالنسبة لمنطقة من منب associatesصحري إلى غاية الحواجب فهذه منطقة التفكير كما ترون هي أقصر منطقة فالمنطقة الطويلة في الوجه هي التي تكون مسيطرة وكذلك أما بالنسبة لعرضها فهو في القيادة وكل ذلك فزيدان لم يسمح بحقه بسبب الصفات التي قلنا لكم إياها فلم يكن من المتسامحين ورد بفعل أقوى من الفعل المفروض منه يعني مفروض من أقصى شيء يسبه بنفس سبة أو أكثر وكل ذلك أو يتشاجر معها بالشجار الكروي يعني دفع نفخ صدره ويعلي أكتافه وكل ذلك لكنه يعني يردها بطريقة يعني عنيفة جدا كما قلنا دقن مستقيم فك مساوي للجبا وعظمة المعين وأهم شيء هنا الانتقامية هنا أو الميور الانتقامية في الجزء الداخلي للعين المدبب وهنا كذلك هذا الشخص كما ترون هنا المسافة بين الحواجب متقاربة كذلك هذا الشخص غير متسامح المسافة بين العينين كذلك متقاربة غير متسامح يعني كل سما تؤكد ما فعله يعني فعله بكل يعني بشخصيتي الحقيقية كما نقول هذا صاحب الزاوية في الحاجب هذا الشخص يكون لا يحب أن يعبت معه كذلك عيون غائرة يعني أخذها بمحمل الجدية فكان هذا فيديو اليوم أراكم في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته